السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايكم عاملين ايه ان شاء الله في الفيديو ده هقول لكم ازاي نعمل ايس كريم بطريقة اقتصادية وطريقة سهلة جدا عشان كده انا سميته ايس كريم التلات دقايق بتلات مكونات فقط بجد بتدينا كمية كبيرة قوي انا عملت من الكمية اللي انا هقول لكم عليها عملت منها ستة اطعامة مختلفة ممكن تعملوا اكتر كمان انا هديكم بس الطريقة ازاي تعملوا الاساس بتاع الايس كريم وانتم بقى حسب زوجكم تعملوا الاطعامة اللي انتو حبينها والاشكال والالوان اللي انتو حبينها شايفين يعني بصراحة عاملة مهرجان بصراحة لعبت بالالوان كتير وطلع معي كمية حلوة قوي واشكالهم بجد حلوة ومنعشة كده للصيف شايفين شكلها حلو ازاي والوانها كتير تعالوا بقى اقول لكم عالطريقة وازاي ان احنا نلعب بالالوان كده ونعمل كل الاشكال اللي احنا عايزينها والاطعامة اللي احنا عايزينها بطريقة سهلة جدا بجد ما بتاخدش وقت خالص هي بس اللي خدت وقت اللعب في القلوان بس مش اكتر تعالوا بقى نشوف الطريقة اول حاجة كده في بولا انا حط ثلاث كبيات من الكريم شنطي المحلة اللي هو بيكون فيه سكر وعليهم كبيتين ونص لبن بس انا حبيت ازود دي اختيارية ممكن تحطيها ممكن ما تحطيهاش بكت كده من الكريمة الخفق يعني لو مش حبين او مش متوفرة ما تحطهاش وثلاث معالق كبار ممسوحة من لبن البودر بس كده هي ثلاث مكونات واللان اضيفته زيادة اختياري كريمة الخفق هقلب كده هي برضو كريمة الخفق بتخلي القوان معايا كريمي اكتر لو انتو مش حبينها خلاص هي برضو هتطلع كريمي وكل حاجة بس كريمة الخفق بصراحة بتديها طعم اغنى كده شوية يعني مش بتكون اللي هي متلجة وكلها تلج لأ بتكون كريمي اوي بس هقعد اضربها بالمضرب كهربائي كده لحد ما القوان بتاعها يتقل معايا زي ما انتو شايفين شايفين القوان تقيل او ازاي هو ده اللي انا عايزاه بس كده انا كده جهزت الاساس بتاع الايس كريم مفوش اي حاجة ومخدش مني التلات دقايق اللي انا بقول عليهم كمان اقل من التلات دقايق بكتير اول حاجة بقى انا هعمل بطعم المنجة عندي منجة مجمدة لازم تكون مجمدة اضطعتها بالشكل ده وهضربها في الكبه من غير اي مياه زي ما هي كده مش هحط لها مياه ولا حاجة عشان انا عايزها تكون تقيلة زي البيوري كده هحطها بقى في الكبه تضرب وهحط عليها تلات معالق كبار من الكريم شانتي او الاساس اللي انا جهزته بتاع الايس كريم لو انتو حابين تعملوا كمية كبيرة من المنجة كطروا الكمية يعني كطروا من الكريم شانتي انا حطيت بس تلات معالق وبعدين بقى عليهم معلقتين كبار عسل نحل ده بقى اللي بيديها برضو قوام وبيخليها تمسك شوية يعني ده بديل عسل الجلوكوز لو مش متوفر عندك وكمان ممكن تستغنوا عن الاتنين لو مش متوفر عسل ممكن تحطوا شربات الشربات اللي احنا بنعمله بتاع الكنافة والحاجات دي بس دربتهم كده مع بعض وبعدين صبتهم على طول في قالب كده فاضي شايفين الكمان بتاعها بجد كريمي اوي وحلو انا كطرت من المنجة وممكن بقى تزودوا عليها كتاعة منجة لو انتو حابين لو مش حابين خلاص وبس كده هقفلها وعلى الفريزر على طول والاحسن انتو تحطوها يوم كامل في الفريزر تاني طعم انا جهزته حطيت 3 معلق كبار برضو كريم شانتي يعني لو انتو برضو مش حابين الطعم ده يكون كتير ممكن تقللوا الكريم شانتي شوية وحطيت عليها معلقتين كبار عسل وده بقى انا هعمله بتاعام الفراولة فحطيت جيلي باكو يعني جيلي فراولة وبردو عشان اللون يبقى اغمق شوية حطيت نقطتين لون طعم احمر بس كده وضربتهم كويس بالمضرب وبعد ما خلصت كده احطهم بقى في علبة فاضية برضو شايفين القوام كريمي او ازاي انا هنا كترت من كمية الفراولة وكترت من كمية المنجة عشان هم اكتر اتنين مطلوبين بس كده هغطيها وعلى الفريزر برضو تالت طعم معايا يعني هعمل منه كمية قليلة شوية ثلاث معالق كده سؤيرين من الكريمة وعليهم علقتين كبار عسل وده بقى انا هعمله باللون طعام بس اللون اغضر يعني هيديني كده لون اغضر وحبيت ان انا احط معاه شوية مكسرات كده يعني بندق ولوز عين الجمل يعني شوية مكسرات المتوفر والمتاح وبس كده برضو على الفريزر على طول رابع طعم شوية كريمة يعني نفس الخطوات بالزبط لو انتوا عندكم فاكهة عايزين تعملوا بقى او تعملوا بالجيلي انواع مختلفة عادي هي نفس الطريقة وبس المقادير مختلفة رابع طعم بقى بالقوريو جبت كيس قوريو كده كسرته وقلبته معاها كويس وعليها مع علقتين عسل ممكن تحطوا نوتيلة وممكن ما تحطوش وبس كده على الفريزر خامس طعم حملت باللون الموف بألوان الألوان الطعام وقلبتها بس كده انا عايزها اللون عشان تبدي ألوان مبهجة اكتر يعني وبرده في علبة فاضية كده وعلى الفريزر واخر شوية تبقوا معايا عملتهم حطيت عليهم فانيليا سيلة وبس بقى باللون الابيض اللي انتوا شايفينه ده يعني الحليب لوحده بس كده بقى بعد ما طلعتهم للفريزر شايفين جمدين ازاي وشايفين الكمية انا عملت كمية فراولة وكمية منجا اكتر شوية ودي الحليب الشوية اللي تبقوا مني في الاخر ومعايا بقى الألوان الطبيعية اللي انا عملتها الموف والأغدر والأوريو موجود هبدأ بقى ان انا احط في البولات اول حاجة لازم يكون معايا كوباية مية متلجة احط فيها الاول معلقة الايس كريم كده وبعدين ابدأ اشيل بها الايس كريم دي برضو بتخلي الايس كريم يطلع معايا بسهولة لما اجا اشيله كده بالمعلقة شايفين القوام بتاعها وان هي كريمي اوي ازاي بين اوي يعني بجدة عماها حلوة اوي واقتصادية جربوها قبل ما ااخد تاني معلقة لازم احطها برضو في المية المتلجة وبعدين ابدأ اشيل من العلبة بالشكل ده بتطلع معايا بسهولة خالص بس كده كفاية بقى شايفين بجد شكلها حلوة اوي ازاي عايزين نزود كمان واحدة كمان ان هي كريمي مش تلج كده يعني تاني طعمة هحطه اللي هو المانجا برضو قبل ما ابدأ احط بالمعلقة بتاعة الايس كريم لازم احطها في المية المتلجة الاول وانزلها كده في البولة هنا بقى بيبدأ يطلع معايا قطع المانجا اللي انا كنت احطاها بجد بتبقى حلوة برضو لما بتيجي بتاكلي قطع مانجا كده مع الايس كريم بتبقى حلوة قوي بس كده بعد ما حطيت المانجا في البولة ممكن برضو ازايينها باي حاجة يعني المتوفر وممكن تبقى سادة فانا حبيت ان انا زينها بقطعة من الفواكه المجففة دي كده بجد بتديها شكل حلو قوي يا سلام على جمالها بجد تحفة نيجي بقى نعمل الطعم اللي بعده اللي هو طبعا القريو هبدأ كده اخد بالمعلقة واحط في البولة وبعدين كده ازايينها بقى بسوط شوكلت وواحدة قريو كده وبس خلاص بجد شكلها حلو قوي وما فيش حد بقى بيحبش القريو كله بيحبها انا مش هقول لكم عن القوام اكيد باين قدامكم ان هو كريمي قد ايه وشكله حلو بس كده انا عملت اطعمة اه في كل بولة لوحدها انا هنا بقى يعني عندي الوان كتير انا ممكن احط في بولة واحدة كزا لون مختلف يعني عالحسب برضو ما انتو حابين اه احط من الاخدر ومن الموف ومن الاحمر يعني اه الون بقى كده شايفين قوامها قد ايه وهي ثابتة في المعلقة بصراحة ما بتقعش بس هي كريمي قوي مش مش متلجة ولا حاجة وبس كده ابدأ بقى احط في البولة الالوان اللي انا عايزها لونين تلاتة من كل لون احط واحدة اه يعني عالحسب برضو ما انتو حابين انا حبيت بقى اعمل الوان مبهجة كده والالوان المنعشة بتاعت الصيف دي انتو عارفنا بس كده يعني حطيت شوية كده اه شايفين شكلهم حلو او ازاي ممكن برضو اسبهم سادة كده وممكن ازينهم بقى اي حاجة عندك لو موجود لو مش متوفر خلاص انا جبت فلوتس حطيت واحدة عليهم كده من فوق وبردو شوية اه شوكلة شيبس كده وبس خلاص بجد برضو شكلها حلو قوي هعمل بقى واحدة كمان برضو كده الوان مع بعضها احط كده لون مختلف وشوية شوكلة شيبس برضو كده من عالوش او ممكن ما تحطوش يعني زي ما انتو عايزين وبس خلاص بجده الوانهم حلو قوي وشكلهم جميل حبيت بقى في الاخر اعمل الوحش بقى اللي يعني مفيش حد ما بيحبهوش الحليب بالكرامل بجد تحفة 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 اه حطيت بقى الحليب اللي كان متبقي معايا كده في البولا طبعا انتو شايفينه والايس كريم بدأ يسيح خالص بقى بعد ما طلعته طبعا من الفريزر وعمل احط من كل الانواع فطبعا بدأ يسيح بس برضو حتى لما بيسيح ما بتحسيش ان هو تلج برضو كريمي خالص بعد ما حط بقى في البولا كده ازينها بقى بشوية مكسرات لو فيه اه بتبقى حلو قوي مع السوس الكرامل انا عندي سوس كرامل جاهز هحطه كده بقى على الوش بجد بتبقى طعمها فظيع قوي واي بقى مكسرات عندك تزيني بيها اه ممكن تكليس هيدا برضو عادي كده الاشكال اللي احنا عملناها كلها مع بعض بجد حلوة قوي وشكلها حل ومغري كده وبدد انتعاشت الصيف وشوفوا الكمية دي كلها ولسه متبقي تاني يعني انا بس عملت بولات مختلفة كده ولسه فيه كمية تانية متبقية كل ده من ثلاث كوبات بس كريم شانتي ومش حاجة يعني وعملت برضو من البسكوت شكله برضو حلو يعني عملنا كل الانواع محرمناش نفسنا من حاجة هو بس بدأ يسيح معايا شوية فانا برضو عملت فكرة روحت واخدى البسكوت وحطيته فوق البولة يعني شايفين عند الفراولة وعند البولة اللي هي المشكلة حطيت القرطاز فوقيها فبردو ديتها شكل حلو وفي نفس الوقت عشان هي فعلا بدأت تسيح مني خالص فانا حطيتها من فوق كده وممكن بقى لو احنا حسينا ان هي هتسيح مننا خالص قبل ما ناكل نحطها في الفريزر شوية بس انا احسن حل انتوا اول ما تطلعوها من الفريزر تحطوها في البولات تتاكل على طول عشان ما تسحش وبس كده يارب تكون الطريقة عجبتكم وتكون سهلة وبسيطة عليكم ما تنسوش تقولولي رأيكم في التعليقات وما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب للقناة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة